بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم مالك وكتابة ليتكم كنتم معنا لتتذوقوا طعم الحياة من خلال مضاق الأهلي إبراهيم أهلا بك يا بشمهندس أهلا بكم عزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم والحلقة 815 لقاء الاثنين من مالك وكتابة الحياة حلقة مهمة جدا عنوانها كلمة واحدة على قدر أهل العزم تأتي المطامحه طبعا مع الاعتذار للشعر العربي الكبير أبو الطيب المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائمه وتأتي على قدر الكرام المكارمه على قدر أهل العزم جاء الطموح الأهلاوي قبل ما نخش في الحتة دي مؤكد مؤكد وأنت أنا بسأله بسؤال عارف إجابتها عيشت معي أغرب مناخ وأمتع مناخ فيه طعم الحياة بكل ألوانها صحيح بكل قمة السعادة قمة الألم قمة الطموع قمة الزهر قمة الفخر قمة ليه كده بس رأينا الأهلي كما يعني نتمنى أن نراه في عيون الآخرين شفت حب الأشقاء المغربة من لحظة هبوط الطائرة الحد مغادرتها في رحلة العودة عشت معي هذه المشاعر شفت كلامهم على الأهلي شفت كلامهم على المصريين شفت كلامهم الحقيقة يعني مدعاه للفخر يا أستاذ إبراهيم والفرحة والحمد لله على نعمة الأهلي الحمد لله على نعمة الأهلي ولا يفوتنا في هذه المناسبة وهذه التفاصيل أن نذكر ذكرى رحيل واحد ممن أحبوا الأهلي بصدق واحد عاش ثابتا على مبادئ الأهلي ومات بطلا في ملعب الأهلي الراحل العظيم الكابتن ثابت البطل ألف رحمة ونور على روح ثابت البطل الطيبة الطاهرة ثابت البطل يا جماعة واحد من اللي أحبوا الأهلي بجدعانة أحبوه برجولة أحبوه بصدق أحبوه بوضوح كل سبات الشخصية الواضحة الصريحة الدغري الجدى الشجاعة كانت في شخصية الكابتن ثابت البطل غدا تحل ذكرى رحيله ويرحل في عيد الحب لأنه أحب الأهلي بصدق كابتن ثابت البطل قبل ما المهندس عدلي يتكلم عنه هقولك سريعا هو من موليد 16-9-53 توفي فجر الاثنين 14 فبراير 2005 متأثرا بمرض سرطان البنكرياس انضم للنادي الأهلي عام 72 عن طريق الكشاف الشهير عبد البقال وبدأ تمثيل الأهلي رسميا في عام 74 ضمن جيل التلامزة التاريخي لغاية لما اعتزل في 91 لم يرتدي غير فنلة الأهلي خاض ثابت البطل بفنلة الأهلي 225 مباراة محلية وساهم مع الأهلي في إحراز بطولة الدوري 11 مرة وست ألقاب لكاس مصر وست ألقاب قرية على الصعيد الدولي دفع ثابت البطل عن شعار المنتخب القومي في 60 مباراة وساهم في وصول المنتخب لدولة الألعاب الأولمبية مرتين لكن لم يانا الشرف المشاركة في الأولمبياد لسوء الحظ الأولانية في أولمبياد 80 اللي انسحبت مصر منها من أولمبياد موسكوة لم تشارك فيها والتانية في أولمبياد 84 في لوس أنجلوس تعرض للإصابة ولم يشارك لكنه كان له دور كبير في فوز مصر بكأس الأمم الأفريقية 86 يحمل كابتن ثابت البطل عليه رحمة الله رقما قياسيا في الحفاظ على نظافة شباكو في 1442 دقيقة متتالية إذن الرقم القياسي للكلينشيت على رأي محللي هذه الأيام لسابة البطل ب1442 دقيقة متتالية رقم القياسي ده فضل صامد لم يقترم منه أحد على صعيد المحلي والقاري ويبقى رقمه ليجعله التالت على مستوى العالم بعد الحارس البرازيلي مزورابي والكويتي نواف خالد الخلدي بعد اعتزال الكابتن ثابت البطل انضم لمنظومة العمل الإداري في النادي الآلي وكان واحدا من أشهر وأوضح وأقوى من جلس على كرسي مدير الكرة في النادي وساهم خلالها في فوز الآلي بستة ألقاب لبطولة الدوري ولقب لكاس مصر ولقب للسوبر بالإضافة إلى أربع ألقاب عربية ليكون ثابت البطل الإداري حاصد الألقاب ثابت البطل رحمة الله عليه لخص حياته كلها في لقطة يوم الوفاء اللي هو يوم الوفاء ويوم الموفاء لللحظات الأخيرة أسروته بتقوله منفضلك ما تنزلش تروح المطش الطبيب يقوله منفضلك ما تنزلش المسترمان جوسي مشفق عليه جدا ولكنه أصره وكانه يشعر أنه في اللقطة دي يشعر أنه يريد أن يلقي بنظرة الوداع على معشوقه الأهلي في آخر مباراة له وكانت أمام الزمالك وفاز بها الأهلي وكل ما كان الكابتن أبوتريكا يعني يجيب جنيه يقبله على رأسه وهو متدثر بالبطنية وزي ما أنتم شايفينه كده رجع يعني زي ما يقوله ما طلعش على الصبح ثابت البطن كان شخصية فريدة في كل شيء فريد أنه هو راجل هالكلمة دي بتلخص كل حاجة مش بس في أنه هو يعني مظهر الجد ولا بس أنه هو يعني تحمل المسئولية ولكن في مواقفه الرجولة أستاذ إبراهيم بيلخصوها في أنك تبع عندك شجاعة عندك مواجهة ما عندكش لقم ولا كد ولا نفاق في نفس الوقت يعني تحمل المسئولية كل دي كانت صفات موجودة في الكابتن الثابت والعجيب والمدهش أن ده كان يترجم في الستايل الفريد الذي لم يقلد به أحد ولم يقلده أحد ولم يلعب ثابت البطل في حراسة المرمى ما شفناش لحد قابليه ولحد بعديه بالستايل ده ثابت البطل كان يتحرك للكرة وأكن الكرة سهلة كل الكرة سهلة خطوة يعمل لك كده خطوة يعمل لك كده خطوة يعمل لك قلمة مكان أنه يندفع ويطير ويعمل يعني ستايل آه لا كان بيبسط لك حراسة المرمى بالزكاء والتوقع وحسن زي ماقول التمركز عنده موهبة فريدة كان في هذا الشأن فهو كان يونيك فريد في كل شيء وكان السعقة دي الميتة التي يعني يغبطه عليها كل الأهلوي رحمة الله عليه ولأسرته كل الصبر وسلوان والفخر بمسيرة الزر أنه انتم إليه وانتمت إليه ألف رحمة ونور على روح الكابتن ثابت البطل نادي الأهلي كمان مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بينعي أو بيشاطر نادي الهلال السعودي الشقيق لحزان في وفاة المغفور له الكابتن يوسف السالم لاعب الهلال السابق الذي وفاته المنية ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم العائلة وأسرة الهلال الصبر والسلوان مجلس إدارة الأهلي كمان كلف الكابتن أو السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي بترقص بعثة الأهلي إلى السودان البعثة اللي هتسافر الخميس لملاقات الهلال السوداني بعد ظهر السبت إن شاء الله 8 فبراير في الجولة التانية لدور المجموعات الأفريقية الأهلي كان تأجلت له مباراة القطن الكاميروني في الجولة الأولى جهاز الفني بعد العودة مساء أمس من المغرب منح اللعبة راحة لمدة 48 ساعة ويستأنف الفريق تدريباته الأربعاء الحقيقة مباراة مهمة مباراة في التحية على ملعب الهلال الشقيق طبعا الجولة الأولى يعني الهلال لعب هو وصندونز كسب الهلال فالأهلي فاته أن يلعب دي الجولة لأنه كان في كأس العالم ولكن تشعر أن التحضير يا أستاذ إبراهيم لهذه المباراة كان يشغل بال الجهاز الفني وإحنا هناك حتى في التشكيل يعني أنت بتلعب مباراة حاسمة ولكن دايما عين الجهاز الفني أنه داخل على تحديات خطيرة جدا جدا فكان في حرص على الروتيشن زي ما بقولوا والتغييرات والتوزيع المجهود ها وتوزيع المجهود حتى في طريقة اللعب وبعدين أنت جيت منح الفرقة 48 ساعة مش قلم كده أستاذ إبراهيم النادي الأهلي أنت حسيت بإيه يعني أنا كنت عايزة أستألك شعورك إيه بدلين إحنا قضينا الوقت ومعظم وإحنا عندنا برد أي يعني يمكن ما تحسنناش إلا مبارح ولا أنا وحضرتكم معظم البعثة لكن من ساعة ما موصلنا المغرب طنجة في اللحظة الأولى وفاهمين إحنا رحينا على طنجة فجئتين إنت قلتلي إحنا رحينا فين رحينا تطوان تطوان فخدنا الإيتوبيس وسفرنا على تطوان يجي ساعتين ساعتين ونص وروحنا بلاك جميلة جدا هي على حدود أسبانيا ولكن الجنو هناك يا جماعة تلجي تلجي ستة وخمسة تحت الصين يعني إحنا حرفيا خمسة وستة بالليل خمس درجات حرفيا محبوسين في حجرات ولما يخدونا يخدونا بعربات الجلف للمطاعم ورجعونا وبعدين المودش بقى أن أنا قلت إيه؟ يبقى ماتش في تطوان فجئنا أنه هو في طنجة فعايزين نرجع نلعب المدش الأولاني نقعد يومين في تطوان ونرجع نركب نروحنا نلم جناتنا ويلا بينا يا رجالة ونرجع على طنجة وبعدين الحمد لله كسبنا تخيلوا بقى أني كان مقرر أني نرجع تطوان بالليل ونرجع يوم الجمعة بعدها بيوم عشان نلعب في تطوان وتلعب في طنجة فأقول لهم يا جماعة ده مستحيل الكلام ده آه يعني تقيم في القاهرة وتتمرم في الإسماعيلية كده لا مش ده المسافة أبعد بكتير ما كده هتبور سعيد يعني لا إسكندرية تقريبا إسكندرية آه زي القاهرة إسكندرية فتخلك بتتمرن في القاهرة وتلعب في إسكندرية والعكس المهم يعني بالعافية وبيمجود كبير من الإدارة وقفوا أني احنا نلعب في طنجة المباراة تانية ولكن أمام ريال مدريد سهافر على الرباط روح العاصمة روحنا العاصمة أنا بس عايزة أقول الحاجة لأن الناس كانت مندهشة شوي بس أنت مندهشش لما شفت الملعب كله بشجع ريال مدريد آه كنت عارفين آه وصديقنا المنصف الياسجي ده دكتور في الإعلام وحد من الناس الشطرة يعني التنبه ليه دي بادر شوية قال لي بلاش تتفاجئوا وتمسوا العروبة لما تلاقوا الجمهور بشجع ريال مدريد قلت له قال لي آه بعدين أنا ماشي أنا وهو عند الشغل بتاعه فحبي يزبطها لي عملي رح نده على واحد قال له بكرة عندك تذكرة لريال مدريد والأهلي تروح تشجع مين قال له ريال مدريد فقال له يا عمر قال له ريال مدريد فأنا قلت له طيب إيه رأيك لو الوداد اللي بيلعب مع ريال مدريد قال لي هشجع ريال مدريد ما هو دائب ما همونصف قال لنا كده فحبي يزبطينا ما هوش موقف خاص بالأهلي بقدر موقف خاص بريال مدريد بالنسبة فهم ليه على فكرة ريال مدريد بعيدا عن عنده روابط عنده روابط كتيرة لمشاجعين بيسافروا يحضروا مطشات في الليجة ويحضروا اجتماعات خاصة بروابط المشاجعين المدريديين وليهوا مرتباط فاعل ووسيق مع الناد الملكي فعشان كده هم الفكرة بالنسبة له هو ريال مدريد مش فكرة للوداد ولا الرجاء ولا الاهلي لا ريال مدريد هو ريال مدريد هشجعوه قدام اي حد بالضبط فيعني انا بول دي عشان بعض الناس ايه ما بقيتش فاهمة زكرني برضو بمطشب بالمراس لما الاهلي نزل في يلعب في فوج ان جمهور بس دول كانوا جايين من البرازيل كان جايين من البرازيل لما دول لا المغاربة معظمهم في الشمال بالذات لانه ف لعبنا المباراة وهوب بيطلع يا جدعة تاني على تانجة يعني احنا سفرنا اربع مرات ولعبنا اربع مباريات في عشر تيام صح فعشر تيام ففي اجواء بقى ايه البلد دي كله برد كله برد بس بيه برد عن برد يعني دي برد جدا 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 دي برد جدا دي برد فكانت نتيجة كده كان لازم ينولنا من الحب جانب ونتعرض لهذه نزلات البرد فلسه بالكوح يا عم بس ماقدرش اكوح معك طيب لما رجعنا تانجة تاني الحب اللي شفناه في تانجة من الناس والعملين في ال اي شفتي ده ازاي كنتم بتوقع كده حاجة الناس دي مش عشان درسة سياحة لا دي حاجة مشاعر الحاجة عندهم مشاعر طيبة جدا جدا تجاه مصر وعندهم تقدير كبير اول للنادي الاهلي اسم النادي الاهلي بالنسبة لهم له قيمة كبيرة جدا والطلاق ولاحظت انا الناس الكبيرة اللي شافت كرة كويس بتقدر جدا واحد زي كابت محمود الخطيب وهم زوقين للكرة يقولك لا الخطيب فنان الكرة المصرية الخطيب اسطورة الكرة الافريقية يعني هما بالنسبة لهم شايفيننا كويس قوي ومقدريننا كويس قوي يا بشماندس عشان كده احنا يعني وانت مرهق بالسفر ومدداي وهو ايه النظام ده اللي يودينا ويجيبنا ويجيبنا مستمتع بحاجات تانية مستمتع بمكانة الاهلي يجيلك مسؤولين جالنا نائب محافظ طنجة شفتوا انا في الفندوق قالك انا بستمتع ببرنامجكم وتحدث عن مصر وانا كنت في شرم الشيخ قريب واتكلم عن مصر كلام وكل ناس الشقيقة الكبرى والداعم وعلى العمود الفقري سيرافيق يعني الحقيقة يا جماعة والله يصدقوني الشعوب بتحب بعضها جدا 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 ويصدقوني ان اللي يحاول ياخد حادثة من احيانا المنافسة تجريفك انك طبيعي هو اللي حيلعبك عايز يكسابك طبيعي وانت لما تلعبه عايز يكسابه لكن في المشاعر العادية الفن والقوى النعمة ويقول لك يا سلام ويكلمك على المطربين ويكلمك على الممثلين ويكلمك وحملونا سلام خاص لعاد الإمام ربنا ادي له الصحة ومسيب الخير صحة ولا لا صحية يعني فلا كنا من زاوية شايفين حاجة جميلة جدا شايفين حتى على مستوى الأداء تطور في الأداء انت عندك تعليقات هنجيلها ده لأنه كمان هندخل بالتفاصيل كتيرة في المشهد الخاص بالبطولة بس عايز اقول لكم مسار الفريق اليومين جايين بعد ما هيرجع من الهلال مش هيجع القاهرة هينزل على أسوان من السودان على أسوان عشان يلعب مع أسوان يوم واحد وعشرين ده بالنسبة للأهلي بكرة بعد بكرة عودته للتدريبات ثم الهلال وأسوان تحاض الكرة عنده حاجتين مهمين مجلس الإدارة مبارح اجتمع برئاسة الأستاذ جمال علام وشك اللجنة للرصد الإعلامي وقال إن دي هتحدكون مكلفة لرصد جميع التجاوزات الصادرة من مختلف عناصر اللعبة عبر وسائل الإعلام المختلفة هو مؤكد إنه يقصد التجاوزات الحاصلة بشأن اتحاد الكرة وإلا ما هواش جهة إعلامية منوط بيها رصد التجاوزات الإعلامية العامة لأن ده المفترض بمسئولية المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام ما هيش مسئولية اتحاد الكرة إلا إذا كان التحاد الكرة معني بمسئلة مين يتجاوز في حقه وشك اللجنة لا هي طبعا لجنة تخصه هو أستاذ مرئي من حقه تخصه هو فيه قرار طلع بشأن تشكيل لجنة الانضباط ولما تكون لجنة أرجو إن الكلام يبقى واضح شوية لأن فيها لغط أتمنى على القانونيين في التحاد الكرة يجاوبوا لنا عليه لأن دي لجنة رفعة المستوى والتشكيل وعندها مهام كبيرة جدا لإعادة الانضباط والقيم والأخلاق في الملاعد عشان أقول لكم على التكوين أو التشكيل الكبير لللجنة برئاسة السيد المستشار عزة خميس بتضم كل من المستشار محمد شيرين فاهمي أولاً المستشار عزة سعيد عبد العزيز خميس مساعد وزير العدل السابق رئيساً لللجنة معاهد سيد المستشار محمد شيرين فاهمي عبد الحميد ده رئيس محكمة أمن الدولة السابق نائباً لرئيس اللجنة والعضوية السادة المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد ده رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق والمستشار يهاب السيد عبد المطلب عثمان نائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار عزة أبو زيد عبد العزيز السلام رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق دول أعضاء اللجنة أنا ليه أقول للقانونيين في الاتحاد لايحة النظام الأساسي أنا علشان أحافظ على ما يصدر عن هذه اللجنة بإذن الله من قرارات وأحكام تحافظ على الانضباط في الملاعب لايحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة المصري المعتمدة من الفيفا بتنص على أن الجمعية العمومية للاتحاد هي من تنتخب تشكيلات اللجان القضائية يبقى اللجان القضائية في الاتحاد زي لجنة الانضباط ولجنة القيام والأخلاق ولجنة الاستئناف كل اللجان ذات التشكيل القانوني أو القضائي يصدر بها أو يتم انتخاب أعضاها من قبل الجمعية العمومية للاتحاد هنا لما استقلت لجنة الانضباط برئاسة السيد المصرشار محمد عبدالصالح أعلنت أو أعلنت تعاد الكرة عن تشكيل اللجنة الجديدة التشكيل هنا طالع من مجلس إدارة الاتحاد لا حتى النظام الأساسي بتقول له لا اللجان القضائية لازم أن تبقى منتخبة من الجمعية العمومية هنا الاتحاد أو المقربين من الاتحاد بيدافعوا بجزئية ما هو الجمعية لم تكتمل فبالتالي المجلس مفوض المجلس لا يفوض بسلطات الجمعية العمومية مطلقة هو يفوض في اعتماد ما نص عليه جدوى الأعمال الجمعية يعني الجمعية العمومية جد تنتخب جد تجتمع ما اكتملش النصاب بتاعها فبنود جدوى للأعمال اللي موجودة يعتمدها مجلس الإدارة هل يجوز إن كانت محطوطة دي في بند الأندية ما هو علشان تكون محطوطة كان لازم أن يختر الأندية بالتشكيل اللي حينزل لا أو يطلب من الأندية لحظة على أستاذ الرحيم لو قال لأندية النظر فيه انتخاب لجنة انضباط جديدة أو اختيار لجنة انضباط جديدة في الحالة دي لو الجمعية العمومية ما اكتمعتش اختصاص الجمعية العمومية لو دي كانت معروضة في جدوى الأعمال لو البند ده هو كان لازم يختر الأندية مش بس ببند الانتخاب بأسماء المرشحين لأنه بيفتح الباب من الأطراف اللي هيترشحه طب ما يجوز الجمعية العمومية ترشح حد تاني ده ما حصلش ما هو أستاذ الرحيم أنا مش شايف إن ده مش عارف إن ده عشان كده بسأل على الأقل على الأقل ممكن يستند إلى ما هو ده بند كان مطروح في الجمعية العمومية تشكيل لجنة انضباط مكان المستقيلة لو البند ده كان موجود يستطيع أن يستند يقولك إنك أنا لم يكتمل النصاب القانوني ومن ثم لم يتم ترشيح لأن المجلس ما بيرشحش اللي بيرشح الجمعية العمومية الناس بتقدم ترشحاتها لإيه الجمعية العمومية أنت عايز تقول يعني إن الجمعية العمومية كانت بتقدم ترشحاتها قبل الاجتماع آه الناس بتقدم ترشحاتها يعني بيعلن مثلا في تشكيل مين الناس؟ مين الناس؟ المستشارين أو رجال القانون اللي عايزين يدخلوا اللجنة يعني هو المبادرة بتيجي برجال قانون ولا من الجامعية العمومية زي بالزبط الماليين والاقتصادين لما بيترشحوا المسامة كان ايه المرائب المالي كان المكاتب المالية بتترشح بس ياسلي دي حاجة جيدة عشان كده انا عايز اتحاد الكرة يجاوب للناس على الجزئية دي تشكيل هذه اللجنة هو اخذ السلطة بتاعت الجامعية العمومية في تشكيل اللجنة من السادة القضاء الاجلاء بناء على ايه عشان يحافظ على مشروعية اللجنة وقيمة ما يصدر عنها المضمون احنا موفين عليه والموضوع موفين الاجراء اللي تم تبتكلم على الاجراء الشكل الشكل اللي ممكن مش عايز حد مستقبلا يطعم في الشرائع لكن اتمنى انه من دلوقتي الاساس جمال علام ومجلس دارته يبادروا بالتوضيح عشان برضو لان انا عارف لتحت السطح في لغة كتير في الجزئية من ناس من المستنية فاي حاجة هتطلع هيطلع اي واحد من ايهم يقولك مين قال ان دي قانونية ليه ما بني على باطل فوابط من دلوقتي يتقال على اي اساس وعلى اي سند قانوني تم اقرار هذا التشكيل من قبل الجماعية من قبل مجلس ادارة الاتحاد دي كانت النقطة المهمة جدا وزير الشباب والرياضة كمان الدكتور اشرف صبحي اجتمع مع لجنة الانضباط والقيم بحضور رئيس الاتحاد مجلس ادارة الاتحاد كمان كان عنده اصام الحضري مشي من المنتخب الولمبي فقرروا تعيين كابتن ساد السوركي كمدرب لحراس مرمى المنتخب الولمبي اللي عنده مسؤوليات كبيرة كمنتخب في الفترة اللي جاية طبعا عندك كتير من الكلام على البطولة الافريقية لكن هنرجع لكأس العالم قبل ما ندخل في كأس دوري ابطال افريقيا والفرصة طيب المخرج عايزة طلعنا فاصل هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنشوف ايه ابرز الرسائل والمكاسب من المغرب علشان ننطلق منها في التحدي الافريقي الجديد ما تخبش على الاهلي طول ما الاهلي اول ما بيحط رجله في مكان لازم يسيب الاثر الطيب والتأدير الكبير على فكرة لو قعدنا نفتش في دفتر الرحلة دي على ابرز المكاسب اللي حصلت هنلاقي هذا الترطيب الرائع جدا للعلاقة الشعبية بين مصر والمغرب عملها النادي الاهلي على خلفية التوترات اللي فاتت قبل كده الناس كانت شايفة انه وجود الاهلي في المغرب وبعد ما حصل النهائي بتاع دور الابطال اللي المغرب ما كانوش مسؤولين عنه قد ما كان مسؤول الاتحاد المصري واللاجنة التحية اللي شكلها السيد وزير الشباب الرياضة حددت هذه المسؤولية وقتها الناس انتظرت ايه اللي هيكون بينتظر الاهلي في المغرب من البداية من اول منزلنا مطار ابن بطوطة الموانس عاد اللي كان جانب يقال لي ايه الاستقبال الحلو قوي ده لان الحياة احنا وصلين اخر الليل مندوب من الاتحاد المغربي او الجامعة الملكية المغربية موجود فتح صالد كبار الزوار واستقبار ونائب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد ثم اتصال دائم من السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم بالكابت المحمود الخطيب بلحظة بلحظة ما سابهوش والحقيقة كانت اللافتة الاخوية رطبت كل العلاقات الجيدة دي الزرف الصح اللي الكابت الخطيب تعرض له خد دور برد شديد اوي الزموا الفراش ايام كتيرة موظم ايام الرحلة الحقيقة كان بيدير الشغل وبيتطمن وبيتابع وهو بيكح في القوضة وهو تعبان والبرد كان فعلا تعب شوية اللي كان على اتصال دائم به السيد فوزي لقجع وبعدته دكتور كبير وطاقم طبي عشان يتطمن على صحته ونقله للمستشفى عشان يعمل بعض الاشعات والتحاليل ونصمم انه يفضل ليلة في المستشفى تحت المتابعة الادق ثم لما رجع الفندق فضل على اتصال دائم به الحقيقة الاهلي ما اكتفاش انه يطلع بيان شكر ورسالة للاخوة في المغرب والسيد فوزي لقجع والجامعة الملكية بيشكرهم على كل ما تلقاه بعثة النادي الاهلي من تقدير وضيافة ودعم ومساندة لا كمان باشموندس قبل ما نتحرك من الرباط كابتن الخطيب اوفد المهندس سامير عدلي كمسل للعاقات العامة في النادي ببقة ورد كبيرة وجواب شكر منه شخصيا لسيد فوزي لقجع راح كابتن سامير عدلي سلمه في لسيد فوزي لقجع في مكتبه تقديرا وامتنانا واحتراما على ما فعله مع البعثة ومع كابتن محمود الخطيب اعتقد هذه الاجواب بالتحديد هو زرنا اكتر من مرة بالكسافة دية وزيارته الدائمة والمباراة الاولى خد كابتن خطيب في عربيته وراحه سوا الحرص الشديد دا على تدفئة العلاقات المصرية المغربية الشعبية والرسمية في الرياضة بهذا العمق دي كانت واحدة من المكاسب الكبيرة اوه باش منظم مؤكد عشان كده بقولك وتلمسها بقى في في يعني اذا حد جاه يعمل معاك لقاء اعلامي اذا حد جاه يتكلم معايا حد في البعثة اذا حد جاه يزور المقر في الشارع الاخوة المغاربة اللي كانوا يشوفوا اي حد ويحرصوا هما واولادهم انهم يتصوروا مع يعني يخشوا للفندق مثلا يلاقوا اي حد يشموا انه من بعثة الال اولا يا جماعة اللعبة احنا كناش منشوفه اطلاقا حتى معيد اكلهم كانت لازم تبقى لوحديهم يخشوا ويخرجوا بس كده تلمحهم هما بيركاب الواتوبيس انما احنا كادارة او كتشكيل باعثة موجودين في اللوبة تحت يلاقوا اي حد بقوا عارفين يعني حتى عظمك استدارة معروفين في الشارع ايه الاستاذ الجرحي المؤسراج الاستاذ طريق انديل دكتور محمد شاوي طبعا محمد شاوي ده اصله يعني يعني اصبح يعني مطلع بمهام ادارية دقيقة جدا اولا ده وزير التموين البعثة ايوه رئيس المجمع اللغة وبعدين اكتشفنا حاجة وانا اللي دفعت تمنها للأسف انا السبب فيها بتكلم فاكتشفت ان الدكتور محمد شوقي اه شوقي شوقي اه لا بمنا ضليع جدا جدا في لغة العربية وياكاد يكون مفيش يوم ما بيذاكرش على مدى حياته فبقول له لا انا جاب لك ابريم من منيسي بقى وبدأ وقت مكلم ابريم بتقول له ألبس تعلالي اه عملتوا بينهم مسابقة وبعدين قلت لهم لا انتوا كده يعني اتفقتوا عليا لان طول الرحلة يقولوا البعض ويبصوا لي ويتحاكوا طب يعرب دي يروح ابريم يعربها يقول لي شوف حتى لما بيعرفهاش أستاذ ابراهيم او بتاع بيروح في سكة الحل فشكلوا عليا تشكيل جامد يعني قلت لهم انا معترف وبيقول له انه أستاذ العرب انت واستاذ رئيس طيب المردود الشعب الكبير اللي ممكن اشارنا فيه بالبداية السيد رفيق بالقرشي رفيق بالقرشي ده نائب محافظ طنجة وفجأنا الراجل الراجل بتكلم ازاي ده جالنا هو من نفسه اه انا متابعكم وانا بتفرج عليكم وانا كنت في شرم الشيخ وانا بحب مصر وانا بحب الاهل وقاعد يقول كلام كتير قوي في حقنا وفي حقنا مصر دي اخي مش عارف ايه ويعمل كده مصر دي مكانة صادقة في قلوبهم يعني طيب دي الثمرة العربية الكبيرة والدور المهم جدا في الدبلوماسية الرياضية الهادئة والمنضبطة والمحترمة اللي نفذها النادي الاهل وبعسيته برئاسة الكابت الخطيب في المغرب وده اه يعني تحول لو تعلمونه عظيم مهم جدا جدا في علاقة الشعوب مع بعضيها واعتقد في كل مكان كانت البعثة بتروحه او مباراة الناس كانت بتلمس ده الصدى العربي بهذا الشكل وبهذا العمق الحياة ما قالش عنه الصدى العالمي لانه الالف النسخة دي مش بس لعب كورة حلوة قوي 2006 كانت نتائج حلوة طبعا الجيل بتاع منو الجزيوة ابو تريكا وبركاته المجموعة وخدمة اول برونزية كانت احسن مشاركة للاهلي ويمكن عشان كانت اول برونزية فكانت غالية بس الحجم وصعوبة المباريات اللي الاهلي وجهها في النسخة دي كانت هي الاقوى انت بتلعب مع ريال مدريد وبتلعب مع بطل برازيل بطل امريكا اللاتينية فلمينجو وحتى سياتل ساوندرز الامريكي فليء بالنحية البدنية والقوة مش قليل لأول مرة انت تلعب اربع مطشاط لغاية النهاية المكاسب الاجنبية او العالمية او الصادة الدولي النسخة دي كان اقوى ربما عشان برضو تطور وسائل الميديا اكتر ربما عشان البطولة في المغرب فالميديا العربية كمان مكسفة شوية لكن الحقيقة النادي الاهلي يدفع كتير جدا فلوس علشان يتواجد في الميديا العالمية بالكسافة دي ومصر تحتاج مبالغ كبيرة جدا عشان تعمل دعاية ايجابية لها والفريقها برا انه تلاقي كبريات الصحف العالمية والمواقع الدولية الاهل المصري واشادات وارقام وذكر حتى على لسان كبار نجوم اوروبا على تاريخ النادي الاهلي وعرفوا تاريخ النادي الاهلي ومحركات البحث في وسائل الاتصال سجلت ان النادي الاهلي يمكن الاكسر استخداما واقبالا عليه في الفترة دي الكل بيدور ايه النادي الاهلي اللي حيلعب ريال مدريد هقول لكم مثلا قبل المؤتمر الصحفي انشلت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة لانه الاهلي خلاص منطقي فوزه على اوكلاند سيتي ثم بازل موجود هايل وتجاوز سياتل ساوندرز الامريكي وجاتل فاس في الراس الاهلي مع ريال مدريد تمنيت هذي الموكا هو تمنيتها وخفت منها طبعا بس كنت اتمنها في الفاينال لكن انك انت يبتدي الناس تحط هذا شوفه دا اللي بقولك العشم العشم على قدر المكانة انك انت يوم تيجي تلاعب ريال مدريد المرة دي بجاد ما كانتش امنيات لا ناس كتير عايزاك وشايفك تقدر تنافس وتناطح وتأتي احداث المباراة لحتى الوقت المحتاسة بدأ من ضاع بتقول ان انت ند وقريب المباراة دي رغم نتيجتها المزعجة التي لتعبر عن سير المباراة الا انها الحقيقة خدمتنا كتير جدا جدا كوضع كوضع فني داخل البطولة وخارج البطولة ان شرطي قبل ما يواجه الالي نشوف المدير الفني لريال مدريد كان كلمويا الالي ان شرطي قبل ما يواجه الالي ان شرطي قبل ما يواجه الالي ان شرطي قبل ما يواجه الالي جماهير وهنا اشارة واضحة لانه كان عارف ان عنده جماهير وواضح ان هو مذاكر عن النادي الالي وقاري عن النادي الالي عارف شعبيته عارف مكانته عارف لعبته وقال ان احنا مش هنقابل فريق ساكل هنعمل مباراة ممتعة وكانه كان يتنبأ بحداث المباراة وهذا ما حدث فعلا على الارض الواقع التي كنا نتمناها طبعا بنتيجة نتيجة مؤلمة ومزعجة ومقلقة ولكن الاداء مبيع ومفرح ويدعوك الى التفاؤل ويخليك بقى فعلا تنقل نقلة موضوعية ليه لا فانت الفكرة كلها كل الناس صح يعني الناس اللي زعلانا ليه حق والناس المبسوطة ليه الحق والناس المتفألة ليه حق والناس الفخورة عندها حق والناس اللي بتقولك يعني كان ممكن آه عندها السبب انها تتدايق وكان ممكن لكن في النهاية النادي الآلي كان جدير بالاحترام الآلي كان جدير بالاحترام وقلتلكم انه حتى الكابتن احمد فراز احمد الفراز نجم الكرة المغربية الاشهر كابتن الخطيب كان حريص في برنامج زيارته انه يزور الكابتن احمد فراز في البيت لكن الظروف المرضية اللي مر بيها كابتن الخطيب منعته من زيارة هذا النجم المغربي الكبير انشلوتي لو رجعنا لألفين وواحد ألفين وواحد يا جماعة الاهل ادفع لريال مدريد عشان يجي يلعب معاه مباراة مليون ونص دولار سنة ألفين وواحد عشان يجي يلعب مباراة وديها في القاهرة والناس كلها قالتلك ليه الاهل ما يحتكش ليه الاهل احتكاك كان برقم كبير انت النهاردة كنت بتلعب مع ريال مدريد راس براس مباراة رسمية في نصف نهائي كأس العالم انا بقول ده عشان الناس تعرف الاهل وصل لفين ودائما كانت الاشارة ان بطل اوروبا مع بطل أفريقيا على يعني دي كانت لكنها في الاول مباراة تاريخية ودية تجربية انت دافع فيها فلوس عشان تلعبها انا بكلمك على الماتش الرسمي الماتش الرسمي انشلوتي بيقول ايه في الكلام اللي انت شفتوه على الاهلي فريق عنده تاريخ عريق في مصر وافريقيا فريق جدير بالاحترام هو ده الصدى العالمي تعرف ان بطل جينيو مازال موجود وكان بتواصل مع خال المرتجي تقريبا كل يوم فهي دي يا جماعة قيمة النادي الاهلي الناس اللي بتتكلم على القيم السوقية للنادي الاهلي الرعاية بتاعت النادي الاهلي المكانة الدولية للنادي الاهلي لا ده الغالي تامن وفيه بجد بقى انت بتتكلم على نادي محطوط على الخريطة العالمية بالشكل الواضح والبارز والمحترم اللي هنشوف حتى الاصداء العالمية لمباراته وصلت لفين يعني انا دايما عايز ارابط بين الماتش الودي اللي في 2001 وده في عدة صغيرة هو الناس ما تعرفش مين بوترجينيو بوترجينيو ده كان لعيب مهم جدا 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 في الجيل العظيم بتاع التسعينات بتاع ريال مادريد لما جوم يلعبوا هنا هو كان المدير الرياضي ايو وكان المهاجد الخالي المرتقي المرافق للفريق وانا كنت مرافق لديستفن ورئيس البعث او بقى صديق محمد سرحان كمان وكان محمد سرحان معانا اه برضو من ضمن المرافقين اه انما انما طبعا بوترجينيو يعني كوني اتواصل في الماتش ده اصداء الزيارة الاولى في دماغه وموجود وماي فرينده انا كنت قاعد مرة واه بيكلمه بيكلمه يعني ده اللي عايزة بيدي العلاقات لا عايزة اوصل منه لانت بيدي هو ده لفل التعامل هو ده مستوى التعامل ده مستوى التعامل مع النادي الاهل يا جماعة انت بقيت بتتعامل مع نجوم العالم بتتعامل مع اقوى اندية في العالم بيكلموك انك انت منهم يعني من العائلة الكبيرة طيب اقوى صحف العالم او من الصحف العالمية الكبيرة كرويا في العالم ماركة الاسبانية يجي رئيس احد رؤساء الاقسام فيها خوان كاسترو محرر شهير عندهم يجي خصيصا عشان يجري حوار مع كابتن محمود الخطيب لمركة الاسبانية ويكون عنوينهم بهذا الشكل وصورة كابتن الخطيب في قاعة مجلس الادارة عالم مصر على يمينه وعالم النادي الاهل على شماله انتم متخيلين صورة زي دية في ماركة الاسبانية بتقدم مصر ازاي وبتقدم النادي الاهلي في صورة ايه واتكلم كابتن الخطيب كتير هما قالك اسطورة من اسطور الكرة الافريقية اتكلموا على مسيرته كلاعب ثم الوضعية الرياضية الادارية لكابتن الخطيب وحجم الانجازات اللي بيحققها النادي الاهلي ثم انطبعاته عن البطولة وعن مواجهة ريال مدريد وعن ادارة ريال مدريد وعن طموحاته مع النادي الاهلي قياسا على ريال مدريد النادي الملكي بقولكم حوار شوفوا احنا وصلنا الفيلم من القيمة يا جماعة كل ده بيعزز قيمة النادي الاهلي ومكانة النادي الاهلي ورموزه البطولة دي كانت نقلة كبيرة اوي في القيمة النوعية للنادي الاهلي ورموزه انت بتتكلم على اصداء وعلى حوار وعلى تواجد فعلي في ماركة الاسبانية طيب مش بس ماركة من اكتر بطولات يا سيد ابراهيم اللي عملت ردود افعال وتعليقات دولية اعلامية وفنية انت عارف خوان كاسترو يعني اهو ده از از الاسبانية وهي بتقدم المباراة عملكان او ملكان لعالمين هو شايفين انه ده اه ودي برضو ماركة على المباراة بصوا الاهلي فين ونجومه ورموزه فين والموندو الموند موندو دي بورديدو اه برضو دي في اسبانيا لسه عنا لسه يعني كل دي اصداء اه موقع اه الموقع الاسباني منذ دي بورتيفو قالت لك ريال مدريد يسعى لنهاء المونديال امام ملك افريقيا موقع هشين ديال اسباني ريال مدريد يبحث عن العزاء في كأس العالم للاندية انه هو عايز يعوض عن اللي حصل به الاهل المصري منافس اليوم متفوقون على الابيض كثيرا موقع اي بي سي الاسباني الاهل الافريقي والعربي يواجه ريال مدريد خلفه تسعين مليون مصري على قيمة شعبية النادي الاهلي صحيفة فوتبول بيرونو في بيرو قالت في تقريرها يبحث ريال مدريد عن دفع زهنية من شأنها ان تخذهم بعيدا عن السقطات المتتالية يقص فيها قوته مع الاهل المصري وهو فريق له الكثير من التاريخ في البطولة انتوا شايفين حجم الصدى العالمي الكبير حتى بعد النتيجة بعد ما فاز ريال مدريد وانا قلتلكم انه مباراة كورة تقدر تتكلم فيها كتير سو بخت مفيش اكتر من انك انت لغاية الديا 44 النتيجة 00 عند الديا 47 النتيجة 20 اخر ديا في الشرط الاول واول ديا في الشرط التاني يعني مفيش بخت اصعب من كده ومباراة كان من الممكن في نقاط تحول فيها ممكن تتعادل ففجأة في الاخر تحصل الهزة اللي حصلت فتستقبل هدفين في الوقت البديل ده كان له تعليقات عالمية برضو ماركة قالت عمل فني والى النهاية واشارت الى ان الاهل كان منافسا جديرا بالاحترام صحيفة ايز الاسبانية قالت لك تمت المهمة في اشارة الى فوز ريال مدريد وقالت لك بعد لقاء صعب امام الاهل المصري منذ دي بورتيف الكاتلونية قالت في تقريرها على المباراة ان ريال مدريد فعل ما كان متوقعا وفازوا على الاهل لكن كان عليهم ان يتألموا حتى ديئة 92 لاغلاق مباراة نجح فيها الفريق المصري بالفعل في الضغط على البيض موقع 20 ديئة الاسباني علق على المباراة وقال مدريد يعاني وينهي الامر بسحق واشارت تقرير الى ان ركلة جزاء الاهل كانت كفيلة بقلب نتيجة المباراة ووضع رجال انشلوتي في مأزق حقيقي رغم تقدم الريال بالسنائية قبل ان ينجح في الفوز في الوقت البديل والبيس الصحيفة قالت انه فريق ريال مدريد حقق هذا الفوز المشوق الكونفيدنسال الاسبانية ابرز التقلق في نيسوس لعب ريال مدريد وقالت ان البرازيلي كسر المنافسة المصرية واخرج الاهل وصعد الى النهاية حقيق عمل بطولة هو لعيب استثنائي جدا 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 وقدام الجون عنده سبات غريب جدا ده فيه كرة قدام اللي عملها بوش رجلو ابراهيم لبنزيمة مهارات الكرة كلها في الكرة دي يعني خلاها لفت وقابلت الراجل زي يعني بعيته جواب اي فالعيب بقى رائع جدا جدا طيب دي يمكن التعليقات اللي صدرت حتى التعليقات المصرية والعربية جماعة ما بخستش حق لعيبة الاهلي عشان فجأة الناس قرنت حد بحد وظلمت شوفوا اقول لكم بعض التعليقات عشان تشوفوا كيمة اللي حصل كابتن محمود فايز وده المدرب المساعد اللي كان مع كوبر اللي راح مع مصر كاس العالم في روسيا كابتن محمود فايز رجل له قراءه المحترمة الحقيقة كتب تويتا او بوست قال العالم كله تفرج عليكم رفعت راسنا رغم النتيجة كفاح وتعب والايمان بالحلم مسجيات من كل حتة في العالم وصلتني من مدربين اسبان ولا تنيين بيشكروا في الاهلي والاداء ده مدرب عايش بره والاداء وكل حاجة قال محمود فايز لم يقصر ولم يبخل احد بنقطة عراء قدمتم كل شيء في الملعب شكرا يا فخر العرب يعني ده مش راجل اهلاوي لكن عنده هذا التأدير للنادي الاهلي عمله في البطولة وعنده العلاقات اللي تخليه يوصل له اراء مش محسوب على عد ايه هنا بقى في الصحف بتاعتنا برضو ده البوست بتاع محمود فايز في جارية الاخبار وانا هنا مهتم بالناس برضو اللي هم مش اهلاوية يعني صديق العزيز هشام مبارك ده مدير تحرير الاخبار الراجل ومحرر الاقتصادي كبير وما هواش اهلاوي ويا ما كتب حاجات كتيرة كان بينتقد او بينحاز لكن شوفوا ما قالته في الاخبار بتنصف الاهلي قد ايه تاني عشان تشوفوا قيمة ما ادخله الاهلي من سعادة على الجماهير حتى اللي مش اهلاوية هشام مبارك كتب مقالة مهمة بعنوان صانع البهجة وقال يفرح وحده ويحزن الاخرون يتقدم وحده ويتراجع الباقون يغرد منفردا بانشيد السعادة واهازيج الفرحة ويترك لطم الخدود وشق الجيوب للاخرين يحتكر ينبيع الفرحة لمتابعيه ليغترفوا منها كيفما شاءوا تاركنا الحصرة والمرارة لمن يتابع غيره انه الاهلي الفرحة المتبقية والامل الصاطع دوما والرهان الوحيد المضمون لكرة القدم المصرية بيقول هشام مبارك لست اهلويا ولن اكون لكن احاول من منظور موضوعي رصد اسباب هذه الظاهرة الاستثنائية في تاريخ الرياضة العربية والجملة الوحيدة المكتملة المعنى بينما بقية الفرق الاخرى مجرد جملة اعتراضية لو حزفتها فلن يختلوا المعنى الله عليك بيقول هشام مبارك بالمناسبة اكتب هذا المقال صباح الاربعاء ليكون في المطبعة قبل مباراة الاهل ورميال مدريد في كاس العالم للاندية لا تهمني نتيجة مباراة امس سواء انفاز الاهل بها وصعد لنهاية الكاس او خسر اللي يلعب على المركز السالس لا تهمني البطولة كلها وارى انها بطولة متواضعة في كل النساخ لكن ده الحتة زمال كوية ايوة لم تخدعني تلك العبارات التي يطنطنوا بها البعض عن بطل نصف الكرة الارضية او غيرها من القاب خدعاء ارى ان الاهل كظاهرة كونية اكبر منها جميعا قلت من اول نسخة في بطولة كاس العالم للاندية انها لا تزيد على مسابقات دور الشركات وشبهت كاس العالم للاندية بكاس الانتاجة الذي كان يحصل عليه كل من شاركه في دورات سوء القاهرة الدولية حتى من اللياه دخل بقى لكن بيقول لذا اريد الحديث عن منظومة الاهلي التي تستحق ان تدرس في الجامعات والمعاهد الدولية ظاهرة لا تحدث ربما الا كل الفية او اكثر تعود في اسبابها من وجهة نظري الى الاباء المؤسسين الذين وضعوا اللابنة الاولى لهذا الصرح الكبير يبدو انهم كانوا يتمتعون بذلك القد من الاخلاص الذي جعل لهذه المنظومة ان تنمو وتنجح وتستمر طيلة هذا التاريخ الاباء المؤسسون رفعوا شعار الاهل اولا وقبل كل شيء لا يهم من يرأس النادي اي رئيس يسهل عليه النجاح كل المطلوب منه فقط ان يسير على نهج الاباء المؤسسين كل فرد يعرف دوره لا يوجد اهم جملة دي لا يوجد رئيس نادي يفتي في امور فريق الكرة حتى لو كان نجما كبيرا في اللعبة مثل صالح سليم او حسن حمدي انتهاء بالخطيب او بيبو احرف من لمس كرة القدم في البلد ومع ذلك لا تسمع للرجل صوتا لدرجة اننا او شاكنا ان ننسى صوت بيبو ولم يبقى منه في ذاكرة الرياضة المصرية سوى صوته منذ خمسة وثلاثين عاما وهو يشكر خجلا جماهير الكرة التي جاءت تودعه في مباراة اعتزاله قائلا من خلال دموعه كلمته الشهيرة الف شكر الف شكر هذا لا يعني ان الاهل لا يعاني من اي مشاكل بل على العكس تماما ربما تكون مشاكل الاهل اكبر بكثير من مشاكل غيره من المنافسين لكن طريقة معالجة الاهل لمشاكله هي التي تجعله دائما فارقا عن غيره كل مشكلة مهما كانت صعبة لها حل ولكن في اماكنها الطبيعية منظومة الاهل لا تسمح ابدا بعرض المشاكل على الملأ امام الشاشات والميكروفونات ناد يعتمد في اعداد الفرق الرياضية على العلم الحديث والمعرفة لذا من الطبيعي ان يقف الجنرال حظ في صفه يسانده حتى في لحظات ضعفه ليعيده من جديد للصدارة التي يستحقها من حق كل اهلاوي ان يغني مثلما غنت اسمهان افرح يا قلبي لك نصيب تبلغ مناك ويا الحبيب افرح يا كل اهلاوي لك فريق ناجح وشارخ في اي طريق الاهل وجماهيره يستحق كل منهم الاخر فورا فوراء كل فريق عظيم جمهور اعظم وتلك هي جماهير الاهل التي تسانده عن حق والتي يبدو ان عمر دياب كان يتغنى باسمها للاهل انا لو تبقى معايا بيترجل قلب ويتهز انا لو تاخد عيني يا نرعيني عيني ما تتعز عارف انت الحظ اه انت الحظ يا حظ الحظ شكرين يا حظ والله يا صد الشام مبارك شوف هتحمل كل تعليقاته اللي انا فاهم سببها ايه بس هو الحقيقة يعني واحد بيكتب بصدق وبمشاعر و ب زي اقولت ايه ما هي الاسبابة ايه اه ما تعملوا كده بس اه طيب في اخبار اليوم الاستاذ لازم نشكره يعني طبعا في اخبار اليوم الاستاذ مجدح جازي مدير تحرير اخبار اليوم كتب مقالة بعنوان الاهلي المحترم ونقل مجدح جازي عن الصحف الاسباني اردس جابيلوندو انه حرص على الاشادة بالنادي الاهلي في صحيفة از وقال ترجمة ما ذكره الصحف الاسباني في مديحه للنادي الاهلي واشادته به رغم النتيجة خسارته اربع واحد قال لم تكن مستحقة جاء في مقال بصحيفة از لا يمكن ان يلوم جمهور الاهلي فريقهم على شيء ما فالنتيجة التي انتهى بها اللقاء لا تعكس ابدا الشخصية التنفسية الجيدة التي اظهرها النادي المصري فملوك افريقيا وابطالها التاريخيون بهذه الروح المتماسكة تعافوا من التأخر بهدفين نظيفين وعادوا من بعيد وسجلوا هدفا ووضعوا ريال مدريد تحت الضغط وجعلهم يشعرون بالخوف الذي تسلل الى اكساد الجميع في مدريد ده صحفي في صحيفة از فاذا كانت اللحظة العبقرية قد حسمت كل شيء فان حارس ريال مدريد قد نجح في التصدي لاكسر من فرصة امام هجوم الاهلي منع من خلالها البطل المصري من التسجيل ويستكمل اشهادته بالاهلي كما يكتب ايضا خالد القاضي في اخبار اليوم مشيدا بنموذج الاهلي تحت عنوان الاخلاق قبل الرياضة وبيشيد فيها خالد القاضي لا استناني بقى الحتة المهمة جدا يعتبر الكثيرون تحت خلص اساة زورايم ايوه في مقالة مجدر يبقى في نفس المقالة بتاعة قاس يعتبر الكثيرون ان مستقبل كرة القدم سيكون في افريقيا وربما يكون هذا جريئا للغاية لكن يجب ان نرى ما يفعله الاهلي الذي يعتبر مثالا على وجود ذلك وليس لديهم شيء غير منظم دي جماعة دي شهادة ناس اسبان اسبان بيشجعوا ريال مدريد بعد المطش اللي لعبوا معنا احنا حرصين جدا تعيشوا هذي الاجواء معنا لان الحقيقة وعشان كده نقول ليتكم كنتم معنا طيب انت عارف المطش اللي انت مجدتوش بتاع ريال مدريد مواند سعدل البرد شد عليه قبل مطش ريال مدريد ربما برضو من حمى البداية اول من المباراة الرابط البرد زاد معاه فما قدرش يروح يحضر مباراة ريال مدريد فنكب معنا في العربية مع كابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف الصديق الكبير العزيز سفير ياسر مراد ده هو كلمني قال لي عارف حعرف اخش وقال له والله بإذن الله وكلمت استاذ خالد مرتاج وكلمت الناس فكلمني قال لي انا وصلت وانا مكسوف اقول له انا خالص سطيحة وحرارتي عليت فقلت له لا بإذن الله وكلمت خاله قلت له يعني طيب جي معنا ياسر مراد ده هو اللي عمل لنا محسن ريال مدريد الاولاني جي معنا السفير ياسر مراد وانا قلت لكم سنوات طويلة كان سفيرا لمصر في اسبانيا فلقينا المهندس محمد سراج معاه اخوان كاسترو الصحفي بتاع صحيفة ماركا الاسبانية اللي اجرى الحوار مع الكابت الخطيب فقاله النبي الراجل الضيف يعني مش هيعرف يوصل للملعب فممكن تاخدوه معاكم فكانت فرصة السفير مصر في اسبانيا السابق ياسر مراد مع الصحفي بتاع ماركا اخوان كاسترو بعد المباراة كان كلامه مهم جدا قلنا يا مستر اخوان ايه سبب انت شفت قال لك انا توقعت ان الاهل هيكون كده فعلا وحيصمد بالقوة دي انتوا فريق محترم بس قال مثال مهم جدا قال في الكورة محتاج شي من الحظ الاهل ملقاش الحظ ده في التوقيت واشار لحطة اخر دي اجون واول دي اجون قال يعني الكوتش هيعمل ايه فريد يخله من قط اللبس متاخر بهدف وقبل ما يبدأ ينفذ اي تعليم الليه في الملعب ييجي الجون التاني وتتأخر قال حتى تدخل المرأة مع المنافس وانت كده جونين من الطبيعي انه يوقعوك خالص هتفضل تقل العبء الزهنة هيزيد عليك الحالة النفسية بتضغط عليك اكتر فبيقول الفرق الكبيرة ممكن تقع كتير لكن بيقول الحقيقة انا شفت ان الاهلي حتى بعد من نتيجة وصلت اتنون صفر قدر يتعافى ويطلع تاني ويسجل ويحرج الريال لكن بيقول الضغط الزهنة الكبير على فريق بيواجه ريال مدريد من الطبيعي انه يولد اخطاء وشاف انه الاخطاء الفردية كانت نتيجة الضغط الزهنة الشديد ودي حقيقة لانه العبء الزهنة كان على اللعيبة مش هولي الابد ده كان تفسيره لهذا انت عارف بس عشان نتس انت عارفين ان احنا لسه داخل مقالة الاستاذ مجد حجزي اللي نقلكه الكلام ده احنا بس بندعمه بالمقابلة التاريخية اللي حصلت بالصدفة بين الصحفي الذي ينقل عنه الاستاذ مجدي هذا الكلام والذي كرره امام السفير ياسر مراد في حضرة ووجود الزميل العديد ابراهيم الميناسي بيختب الاساذ مجد حجزي مقالته حقا سيظل النادي الاهلي النادي المحترم الذي يمثل مصر تمثيلا مشرفا في المحافل الدولية وسيظل سفيرا فوق العادة للرياضة المصرية وهذا ما يتجلى منذ مشاركته في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم حيث يقوبل صعوده لمواجهة فريق ريال مدريد في نصف النهائي باهتمام صحف واعلام العالم التي ركزت حديثها عن فريق الاهلي وتغزلت في نجاح مسيرته الرياضية لما يحظى به من مكانة عالمية من خلال احتلاله الترتيب الثاني بين أندية العالم الأكثر حظة للبطولات بعد ريال مدريد حفظ الله المحروسة شعبا وقيادة والله غالب على أمره وتحية مصر دي مقالة مجد حجازي في أخبار اليوم الحياة يعني بقول لكم يعني فعلا تحتاج لكتير جدا من الوقت ليه؟ علشان تسترجع كل ده هنطلع للفاصل وبعد الفاصل هسأل المهندس عدلي عن أصعب اللحظات اللي عاشها في المدر ما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي عنده هذا الحرص على الصورة الطيبة جدا اللي قدمها البلده في المحافل الدولية ويكون بجد وبشهادة كل الناس اللي احنا عرضنا لهم السفير الرياضي المسؤول عن مصر ردود الأفعال في مصر هنا كانت كبيرة ولما توقف عند مقالات لناس مش مختصين ولا متخصصين في الرياضة تبقى المعاني لها كلمتها في الشروع كتب الأستاذ إكرام لمعي وهو أستاذ مقرنة الأديان بيحاول يفسر ايه فكرة عظمة النادي الأهلي منذ نشأته ودور المؤسسين والعظماء اللي أسسواه من عزيز عزة باشا وعبد الخالق باشا سروت وأحمد حسنين باشا وعبد المحسن مرتاجي والكابتن صالح وعبد صالح الوح والكابتن حسن حمدي وأخيرا الكابتن محمود الخطيب وهو أكثر اللاعبين في جيله الشعبية وبيه حتى لما بيستعرض نجوم الكرة وبيوقف عند الكابتن محمود الخطيب أحد الأساطير الحمراء اللي قالت له الجمهير في اعتزاله لا يبيب ولا في قيمة الناد الأهلي ونشأته ثم يستعرض هذه المشاركة في كأس العالم للأندية معتز عبد المجيد في الأخبار اليوم نوستالجيا بطولة تحب الأهلي وبيقول ترك نصر الأهلي موقعه مؤقتا في البطولات المحلية محافظا على صدراته للبطولة الأفريقية المحلية المفضلة وبلا أي هزيمة وبأقوى خط وانتقل إلى المحافل الدولية بعد تسجيل قاري مهم جدا وفي الجمهورية كتب أسامة سار أهل العالمية شهادة موسقة وقال أنه مجرد وصول الأهلي اللي بطولة العالم للأندية يعد شهادة عالمية بأنه الأفضل على مستوى القارة الأفريقية وكتب كمان في الشروق النقد الكبير الأساس حسن المستكاوي هارد لك صادقة عميقة في الإشارة إلى هذه الخسارة للأهلي من النادي الملكي الكبير ده يمكن أبرز ردات الفعل الصحفية تعليقا على هذه المشاركة حتى في البرامج الفضائية كانت تقدير حاضرا قوة للأهل العالمية كان كاتب حاجة لطيفة جدا مش متذكرة أساس خالد دايومي هاجبها لك هاجبها لك بس نسمع الكابتن كريم حسن شحاد والله النتيجة لا تعبر تماما على أحداث المباراة يعني أنا النهاردة صعيب بأداء الأهلي نادي الأهلي النهاردة خلي بالكم لو احنا بقركزنا كده وتكلمنا كورة الأهلي كان ند قوي جدا لفريق ريال مدريد جدا الأهلي النهاردة خسران 2 واحد لغاية الدين دقيقة 92 من عمر اللقاء لكن الأهلي النهاردة عمل جيم كبير جدا 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 أمام أحد أعظم الفرق في العالم الأهلي النهاردة عمل شوط أول رائع رائع وهو أخطر من ريال مدريد إن الأهلي مضيع حوالي ثلاث أهداف في الشوط الأول ضربات رقصية وكورة محمد شريف وأكذا كورة في الشوط الأول غير كمان الاستحواز والسيطرة يعني النادي الأهلي النهاردة لعب كورة حلوة قدام ريال مدريد كان بيضغط بشكل كويس جدا وكان المضش واضح على وش كارلو أنشلوتي مدرب ريال مدريد اللي كان مرعوب بالنادي الأهلي في الشوط الثاني خصوصا بعد معالي معلول جابب جون الأول والمباراة قربت تاني الأهلي النهاردة كان بيضغط كويس جدا وكان بيضغط من عند المرمى بتاعريال مدريد بيضغط ضغط عالي من قدام الأهلي كان بيطلع بالكورة كويس جدا من خط الظهر وبيبني هجمة كويس جدا وكان فيه سرعات النهاردة حسين الشحات نجم المطش جامد جدا حسين الشحات النهاردة مسك الرجل اللي هو ناحية الشمال باسمه ايه كمافينجا قطعه روح من الكمافينجا ده وحش جامد جدا حسين الشحات النهاردة عمل جيم عالمي لكن الأهلي لغاية الدقيقة 92 المطش 2 واحد والأهلي بيحاول يتعادل فبقولك والله يعني ما تزعلوش الأهلي النهاردة أداء رائع جدا طبعا فريق ريال مدريد فريق كبير جدا ولكن النهاردة لو فيه شوية حظ والأخطاء الفردية قلت شوية كان الأهلي ممكن يعمل نتيجة أفضل من كده بكتير جدا جدا طيب أنا بس عايزة أتوقف عن بعض العبارات يعني هو طبعا واضح أنه هو موسوط من المطش وموسوط من أداء الآلي لكن الكالب يتكلم بيقول إيه أهلي بيضغط من قدام الأهلي بيطلع بالكرة كويس جدا من تحت الأهلي بسرعات مهارات فردية بشيء من التوفيق أن يقدر يعمل حاجة كويسة وهو ده اللي كانت الناس دايما تطالب بالأهلي تحديدا يعني حتى المتخبات بتاعتنا احنا بنكسب بس عايزين نلعب كرة عايزين نيبان احترامنا عايزين وأنا شايف أنه لما تقدر تعمل كده يبقى أنت بتراهن على المستقبل يعني أنت يبقى دي فلسابتك يبقى دي شخصيتك يعني نتمنى أن يستمر ذا الأمر لأنه لما أنت فكر لما خسرنا قدام باي ميونيخ كان كلام أنت بتدافع ومتحفز صحيح ده بطل العالم اللي كان وقتها مفترس كل الأندية بالستة والسبعة فكرة القدم هتظل تحتمل الأرى أستاذ إبراهيم وحتظل اللي عايزها للمتعة هيتكلم زي كريم وقولك إلعب وبتاع والنتيجة واللي عايزها للنتائج حيرى أن التحفز وتطلع بالهجمة المرتدة فما فيش حد غلط ولكن هي وجهة نظر ولذلك أنا عايز الناس يستحمل بعضها في الأرى شوي لأن كرة القدم هي كده هي مشيرة للجدل والتوفيق فيها بشكل التوفيق في إيه بقى إنك تقول يا رب ما يحصل أخطاء فردية مؤسرة إن يا رب الحكم ما يخطأش أخطاء فردية مؤسرة النهاردة فلما يعني ما تشوف جمعت فيه مجموعة من الأخطاء الفردية فما تشو واحد في توقيت يعني أنت بعد كده انت حتيجي تستعرض يعني تشوف محمد شبانة آه متأة شبانة تشوف رأي الزميل محمد شبانة اعتبر نفسك أي نادي من عنديث العالم الكبار اللي خسروا في آخر سنة أو في آخر سنتين من ريال مدريد بنفس المفهوم النهاردة الأهلي هو البطل الدائم على فكرة الأفريقية هو البطل الدائم على فكرة الكرة العربية هو البطل الدائم على فكرة الكرة المصرية ويظل النادي الآلي هو التاج اللي موجود وعمل ماتش كبير سيبك من النتيجة اللي هي وسعت شوية آخر خمس دقيق وده يعني في علوم كرة القدم بيحصل خصوصا مع الفرقة الكبيرة اللي هي بتستسلمش الهزيمة اللي هي في عندها نزعت الهجوم علشان خاطر تدرك أو تحاول تدرك النتيجة في الدائم الأخيرة وقد دماء خصم قوة جدا وخصم عنيد جدا وخصم معروف وخصم يعني آآ 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 قدر أقولك أفضل نادي في العالم يعني حامل لقب ده وراء بطلق ربا فلما تفتح آخر خمس دقيق في الوقت الضايع جايبين جولين آخر عشر دقيق والآخر خمس دقيق ريال مدريد كسب المباراة والآهل يكسب الاحترام طموحنا وسعت وعلي وحسينا أن الأهل هيعمل حاجة كبيرة جدا والآهل السبب يعني شكل الأهل الحلو مش بس في كسر عالم للأندية وقبل كسر عالم للأندية سواء في الدور المصري والماتشات اللي عملها لغاية مرح كسر عالم للأندية بعدين بيكسب اوكلان سيتي تلاتة بعدين يكسب سياتل ساوندرز واحد صفر يامل مطش كبير جدا في الشوط التاني إنما ده ريال مدريد أحسن فريق في العالم وزا ما قلت لحضراتكم أنا بعتبر نتيجة اتنين واحد مش اربعة واحد إنما الآهل أنا بهنيه على اللي وصله بهنيه على المكان الرفيع اللي وصلته اللي وصلها بهنيه على وكالات الأنباء العالم كله اللي بتتكلم عليه بهني اللعب على المجهود الكبير اللي بيقدموه حقيقي الأهلي يظل دائما النادي المشرف للكرى المصرية والعربية والإفريقية طيب هو الأستاذ محمد شبان في المجمل بيقول اللي احنا قلناه بس بأسلوبه الشيق يعني 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 بيقول بأدأك الحل رفعت سقف الطبوع عند الناس وخلتنا مستنين منك واحد اتنين ثلاثة وده اللي انت قلته في بيت الشعر اللي مش عايزة أقوله قدامك تقعد تشكلهولي وتقول لي غلطه ما غلطش إنما اللي فيه معناه أنه بقدر أهل العزم تأتي العزائم تأتي العزائم أو أنت قلت الطموش على قدر أهل 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 بالأهل يعني تأتي المطامحه المطامحه لكن حتى لما روحنا لفلمينجو الفلمينجو ده الماضي بقى اللي يعني أنا اتفرست فيه طبما قبل ما نروح نشوف الكابتن متحد شلبي عن الأهل وريال مدريد عندك قبل ما ننقلنا علشان نكون شوفنا مطش ريال مدريد من كافة الزوايا بتاعته سواء الصحافة المصرية والأسبانية وكذلك البرامج الفضائية نشوف الكابتن متحد شلبي بقول بمنتهى صراحة وبصدق وبموضوعية وبشفافية والله العظيم الأهل عمل مباراة مبدعة وكمان عايز أقول حاجة تانية وانت بتتفرج على المباراة هل ما كانش عندك إحساس وانت بتتفرج ان كل دقيقتين هدف ده سؤال ليك انت لضميرك وانت بتتحدث عن الأهل في هذه المباراة هدفين في الآخر مش قضي ماهو اتنين زي تلاتة زي اربعة لكن انا همني دايما ما هو شكل الأداء أمام فريق بحجم ريال مدريد أمام فريق في لاعب واحد اسمه خيسيسيوس ولا فيسيسيوس أو فينيسيوس ايا كان القيسيوس ده تمنوا بتمن كل لعبة الدوري المصري أنت تتحدث عن واقعية حدثت على أرض الملعب هذا هو الأمر يعني برضو نفس الفكرة كل الناس مبسوطة جدا من الأداء ومن الطموح اللي كان موجود واللي لا تعبر عنه نتيجة المباراة طيب جينا لمباراة الأهل وفلامينجو وانت بتلعب على البرونزية وفي فلامينجو كان فيه رؤية للميستر مارسل كولر أنه بدأ يدي بعض الوجوه فرصة لبعض الغيابات سواء للإراحة أو الإصابة يعني يصاب عمر السلية فيدفع بمراوان عطية فانت تلاقي مراوان عطية بينعب في كأس العالم اللي أندية وتلاقي خالد عفتاح مشاركة لسه انتقلوا الأهل ما فيه شهر بس هيك الخبرات مش هتيجي من فراغ وتطوير الأداء مش هيجي بين يوم وليلة الناس بدايتها هايلة جدا جدا لكن خلينا نحط في اعتبارنا ان انت بتشتغل على التطوير ولذلك ميستر مارسل كولر لما تكلم قالك انا شغال بقالي عشر شهور فقط احنا بنتطور من مباراة لأخرى ومن بطولة للتانية وده كلام مهم جدا للجمهور مفيش حاجة مكتملة هتتعمل مرة واحدة لكن لمسة الراجل على عدد كبير من اللعيبة تحسوا انه لمسته واضحة جدا والتطوير مستمر فيها انما حتى ظروف المباراة حتى الصحافة البرزيلية البرزيلية نفسها يعني عندك شبكة بي ساكر قالت لك انه طرد عفتاح هو اللي غير النتيجة واعاد فيلمينجو للمباراة كان طرد مؤثر من جانب الحكام نفس الكلام جي جلوبو قال لك فيلمينجو يقلب الطاولة على الاهل من اجل الطوار احتاج اولا شوف التعليق اه احتاج اولا الى حصول احد الامير المصري عبتاخه حمراء مباشرة عشان يقدر يحقق تفوقه و و و ازبن البرزيلية فيلمينجو يتألم لكنه يتفوق على الاهل في كأس العالم وذكرت الشبكة العالمية في نسختها البرزيلية ان فيلمينجو عانى كثيرا قبل ان يتمكن من التغلب على الاهل ووصفت الشبكة المواجهة بالمجنونة عطفا على الفرص المحققة التي تحصل عليها الفريقان مقدمة اشادة خاصة بهدف عبدالقادر التاني بعدما ترك فريلا وفيدال اطرحهم ارضا ليسدد كرة جميلة في الشبكة البرازيلية طيب نقطة التحول زي ما البرازيليين نفسهم قالوا كان الطرد خالد عفتاح هل الطرد ده كان سليم من مصطفى غربال ولا لا لان كان واضح جدا ان الشكوى البرازيلية من التحكيم في المباراة الاولى ليهم اللي خسروها مع الهلال اللي نالوا فيها طرد وضربتين جزاء التحكيم بقى عامل حساب جامل عاملها فينا احنا بقى فخلصها فينا خد نحنا طرد وضربتين جزاء يعني بيرجع حق الريال فيلمينجو مننا حسبنا احنا على المشاريع حسبنا على المشاريع لا ده الطرد ده يدحك يدحك والله طيب كابتن ناصر عباس حلل الطرد نشوف ظالم طرد لعيب نادل اهلي في حالة الطرد ده كانت بلعب اولا ما حسب لك جزاء هي اولا ما فيش مخالفة اصلا ولا من داخل منطقة الجزاء ولا من خارج منطقة الجزاء طب انت حسبت على ايه انا هنا كابتن اللاعب هنا خلي بالك هواء امت ده مشي عد دخل منطقة الجزاء ده دخل كابتن دخل اختلال توازن لعب يعني انا انا دخلت منطقة الجزاء ما فيش تلامس من برا بدليل ان المهاجم دخل خط خطوتين وبين عمله السبوت ما فيش هنا مخالفة ولا من داخل منطقة الجزاء ولا من خارج منطقة الجزاء دي اول حالة تعال اروح لي ركلة الجزاء اللي هو تقريبا خد ست دقايق مش مقتنع بقرار الفاري يا كابتن شريف شوف اللاعب تعالي معلول اللاعب دي اللي حصل كالياتي علي معلول حط رجليه فعلا ولكن حط رجليه على الارض هنا هو انت حسبت على هل رجل معلول عاليت ما عاليتش وحتى لما عاليت كابتل عيمان هنا ما جاتش حتى في رجل اللاعب المهاجم بالتالي ست دقايق هو مش عاوز يحسب هو مش عاوز يحسب ولكن طبعا عندهم هناك في كاس العالم لما البري يجيبك بنسبة تسعين خمسة وتسعين في المية انزل خط بكلام خط بكلام الحالة التانية بتاعت محمد هاني انا هنا الكرة جاية فين في الكوع يعني انا مجاتش في الايد اللي فوق او في الكف اللي فوق انا طبيعي انا ده جسمي او تشريح الجسم الجسم اللي اللاعب هو دي وقفتي امكن اسوأ ماتش انت لعبت النهاردة نقول منوك تازل اسوأ مباري لعبتها كحكم نتيجة الضغوط اللي هي تمت عليك ونتيجة ان فلامانجو عنده مشكلة مع الهلال واضطلت منه لعيبة وحصلت مشكلة انت النهاردة جاي تسلح احطاء الحكم اللي قبليك على حساب النادل يعني مؤكد مؤكد ان يعني اللي انا متأكد منها اوي مش محتاج اكون خبير كرة الطرد لان اي اللي غيرت فعلا شكل مبارى بعد كده طيب ربما حد يقولك مهصوكابت الناصر عباس في قناة الاهلة حتى وان كان الراجل كمحلل اللي هو قيمته طيب محلل في مكان اخر الحكم جمال عقل في قناة اليوم السابع شاف الطرد ازاي عد العقل ااسف عد العقل احتسب مصطفى جربال ركل الجزاء على خالد عبد الفتاح مدافع النادي الاهلي وانا يزين نوقف عند اللعبة دي لان اللعبة دي فيها جدر كبير وكانت نقطة تحور في المباراة البار قال ان المخالفة اساسا من برة رجع مصطفى جربال واحتسب المخالفة من خارج منطقة الجزاء هي اللعبة اساسا مفيش فيها مخالفة هي مفيش فيها مخالفة والراجل وراجل ومهاجم البرازيلي وراجل الفريق البرازيلي وهو واقع لوحده طرد خالد عبد الفتاح كان خطأ وده يمكن كان نقطة تحول في المباراة اخطأ غربال عندما اتخذ هذا القرار والاعماد طيب كلام الكابتن عادل واضح جدا باشواندس انه الطرد غير مستحق بالمرة لخالد عبد الفتاح لا اسلام واضحة جدا بعدين عشان حاجتي وخدوا بالكم مبدئيا مفيش تلامس زي ما الكابتن ناصر عباسة عارتها خالد عبد الفتاح ما اعقش الراجل برة التمنتاشر ولما دخل جوه الفار قال لك لا ما فيهش حاجة يعني فيدي كان كان مصطفى غربال عكس غرفة الفار في كرة علي معلول ما حسابش فجابوه فقعد ست دقايق بالزبط عشان يخنعوه وفي الاخر حسابها فيدي قال له له لا ما فيهش هو صفر بنالتي قال له له لا فضي الواقف كل ده بيدور على تخريجة فلاقى التخريجة انه يقول لك هو فيه لتحمم برة عشان يطرد حتى وهو بيطرد المهاجب ما كانش الواحده منفرد لو الكادر تفتح شوية هتلاقي يتنم من لعبت النادي الآلي مغطيين في الناحية التانية على يمين المهاجب يعني ما كانش عنده فرصة انفراد ما كانش اخر واحد ما كانش هو اخر واحد اخر مدافع يعني وبالتالي لكن هو ما تلمسي ما تلمسي ده بيجر وراه طيب عماد نتعب كان اتكلم على نظام البطولة قد ايه بيظلم لانك انت فعلا الاهل بيلعب مبارتين قبل ما يواجه فريق تاني في حين ان فريق امريكا اللاتينية او اوروبا بيبدأ من النصف النهاية دي نقطة مهمة جدا هنسمعها لعماد وهقولكو ايه اللي هيحصل في المرات الجاية الزام البطولة ظالم ان الناس الاهلي بيلعب مبارتين قبل ما يلعب مبارات ريال مدريد فانا بتكلم ان في فرق بتيجي في فرقتين جايين لعبوا قبل النهاء دور قبل النهاء الموضوع نفسه بيبقى صعب جدا يعني بتدي اريحية لفرقة وبتتعب فرقة تانية الناس الاهلي لعب ثلاث لقاءات وقته قليل جدا 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 والمباراة الرابعة اخر مبارتين ريال مدريد وفلمنجا ايه فانت تلعب مباراة قوية جدا 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 امام ريال مدريد الخسارة جات من اخطاء اخطاء يعني فردية لكن كأداء لا ان الاهلي قدى قدام ريال مدريد ومش قادر اقول لك ان هو احراج ريال مدريد يعني توقيت الهدفين يا ابراهيم طعبين جدا ان تخرج بسرط الاول بتلعب ريال مدريد سفر سفر ده كان هيبقى العامل النفسي بالنسبة لعيبت الاهلي قوي جدا وبالنسبة لعيبت ريال مدريد هتبدأ تتوطر صحيح تبدأ السرط التاني اللي انت بتفكر ترجع فيه باول دي رجل بزبط لكن مع ذلك انت سجلت هدف وجات لك فرصة تانية او فرصة تيت تقدر تحط واحدة منهم تتعادل اتنين اتنين المباركة تتختلف لكن طبعا في اخر المباراة احنا شفنا الوضع الناد الاهلي كان بيهاجم بكل بكل خطوط يعني طعب جوم الهدفين الاخرانين نيجي المباراة نهارده في سلامينجو بعد الهدف الاولاني للناد الاهلي الناد الاهلي سيطر على المباراة وعمل اداء اكتر من رائع يعني سواء تمريرات سواء فرص سواء وصولا للمرمى هي النقطة احنا عندنا نقطتين عدم استغلال فرص واخطاء دفاعية تحلنا جدا هم هم اللي ادوا للنتيجة اللي احنا شفناها النهار هو هو ده اللي انا بقول احيانا ما تبقى الاخطاء يعني مش متوقعة ممكن تغير لك نتيجة لكن احنا بنتكلم على مستوى كان مستوى الاهلي بجد لائق لا يعني يعني بيحرج الفرق العطاولة في العالم يعني ده كلام مهم جدا اشاد به كمان الناقد الرياضي الكبير اللي استاذ حسن المستكاوي نشوفه الاهلي عمل اربع مطشط مهمين جدا وعمل قدام ريال مدريد وفلامينجو اداء احسن من اللي عمله من باير مينخ من قدام باير مينخ وغيره السنة اللي فاتت النتيجة مش معياري الحقيقي انا معياري الاداء الفرق بين مارسل كولر واللي قابله ان مارسل كولر واثق في لعبته واثق في نفسه بدليل انه كان عنده الشجاعة انه يلعب قدام اوكلاند بضغط هجومي فظيع جدا وقدام سياتل عمل تاكتيك قدر يفوز فيه الشوط التاني بتقلق يعني او بسيطرة كمان قدام ريال مدريد طلع لغاية ديها تسعين اثنين واحد وعمل طيب الستاذ حسن من سيكاوي يرى يرى اداءه في البطولة دي احسن من اداءه في البطولة السابقة يعني طيب الزميل ابراهيم فايم لفت نظره لقطة مهمة في علاقة كولر باللعيبة ودي برضو بتعكس يا جماعة المناخ داخل الفرقة اجواء الفرقة عاملة ازاي في علاقة مارسل كولر بلعبته نشوف ابراهيم فاي لحظيه اللقطة اللي حيار رهالك دي مهمة مهمة جدا مارسل كولر النهاردة بعد صلاة الجمه اه الديني حبه اكتر اديك الشوء يا سكر الراجل قدام حضراتكم هو على الشاشة اللي قدام وانا متعمل اجاب لك الصورة دي تحديدا ده مارسل كولر ده مين المدير الفنين النادي الاهلي وزع شوكولاتة للعيبة الاهلي الراجل اللي قدامه ده مين بقى ايمن قشر في المستبعد من القائمة بص الابتسامة بص المكسب الروح اللي جوه قط اللبس بتاعة النادي الاهلي الحياة اللي جوه النادي الاهلي ان هم مقدرين الموضوع كله بص جمال الراجل اللي واقف لهم على الباب مستنيهم يخلصوا صلاة ويديهم بعد ويخرجوا ويديهم شوكولاتة ما بقولك الديني حب اكتر قديك الشوءة سكر وقدي شادي حسين وبتاع ها شادي برضو خارج مش موجود في القائمة فكل الحاجات دي هتدي لك انطوع عن الاجواء جوه معسكر النادي الاهلي ما خدناك شحنة شوكولاتة ما نقدرش نقرب للفرقة حتى في الصلاة دي كان بعد صلاة الجمعة كان امنا فيها وقالقى الخطبة الكابتن وسام حسن اه كان خطبة جميلة اه يعني الروح حلو الروح حلو ومدرب نفسه حلو ويا اخي حاجة جميلة ما شاء الله يعني انو تلك من الساعة مركبنا الطهارة حد منزلنا مقفلش اللابتوب بتاعه بيذاكر وعمال يقرأ ويشوفه ويتابع متشات رجل مجتهد جدا ربنا يعني يوفقه دايما يوفقه ربنا يوفقه ويتطور التطوير اللي احنا متوقعين طيب ايضا رؤية الكابتن حلمي طولان عن اسباب نجاح الاهل ايه نشوف الكابتن المحترم حلمي طولان انا بقول دايما نعم النادي الاهل يصنع مدربين نعم كثير جدا من مدربين مروا على النادي الاهل نعم وكثير جدا منهم خدوا بطولات ايه عشان النادي الاهلي وانا راجل بربط تسعين في المية من فرق الدور الممتاز صحيح فيه ادارات كويسة نعم ما فيش شك اكيد لكن النادي الاهلي كإدارة طول تاريخه في منطقة تامية نعم منطقة الامان ده يعني ده شهادة للتاريخ نعم وشهادة هامة مستوى حضرتك وبقولها نعم وانا مقتنع بيها تماما نعم ان ادارة النادي الاهلي هي السبب المباشر وسيستم النادي الاهلي نعم وفلسفة ادارة النادي الاهلي هي السبب المباشر في الحصول على البطولات نعم كتير جدا زي ما قلت لحضرتك مدربين كتير جدا جم صحيح مستواهم اقل من مستوى النادي الاهلي لكن بياخدوا بطولة صحيح النادي الاهلي هو اللي بياخدوا بطولة نعم عايزة اوقف عند الكلمة دي مهمة جدا لاني دي قناعة يا جماعة ودي وده وده اللي ناس عاد تتصور انها تختلف او بختلف معهم فيها اطلاقا انا لا اصدر عن رأي احد يا ابراهيم لكن لان بقول حبه لالك ما وجدته لانه السيستم السيستم العبقاري اللي هو بينتقل من قيادة لقيادة والحرص الشديد انه يفضل النادي الاهلي بالسيستم ده يعني وقلت لك قبل كده كان الكابتل صالح ما روح اتكلم وقلت عايزنا روح اتكلم الكوتش وعايزنا روح كلنا كمشجعين بيبقى ساعات عايزة وصلوهم وقلوهم انا كنت باعمل كده بص يعني يعني الرابط بين كيف يرى الاخرون الاهلي او المنافسون يعني الكلام اللي بيقول الكابتل حلم طولان على انه سر نجاح الاهلي في الادارة والسيستم بتاعها ده اللي كان بيقوله اللي ارتهلكه للزميل هشام مبارك وهو بيقولك محمود الخطيب احرف واحد لعب كرة في مصر لكن لا يمكن يتدخل للمدرب ولا يقوله مين يلعب ومين ما يلعبش هو ده السيستم بتاع الاهلي يعني اعنا ما بيقول للناس يعني سيبوا الاهلي يحافظ على نظامه تفوقه سر تفوقه مش بقولك ما تزعلش وما تدهيش ما تطلبش اطلب وعمله لكن مش بالطريقة السيستم السيستم ابراهيم هو اللي بنجح الحفاظ على السر الحفاظ على السيستم وده انا حتى في بيتي بقوله الأولاده كده بقوله الاهلي السيستم اعمل لحياتك سيستم وتمسك بيه نظام نظام مبني على قواعد وعلى قيم وعلى تقاليد وعلى أعراف وعلى حاجات ما تكسرهاش لأنها ثبت نجاحها ثبت نجاحها للدرجة أنه الصديق العزيز محمد الشبانة يوجه شكره تكلم على الكابتن محمود الخطيب عارفين يعني الجمل هو الكابتن محمود الخطيب عامل زي الجمل كده تحمل حاجات كتيرة جدا والحقيقة حط دايما قيمة الناد الأهلي فوق أي حاجة أي حد ما كان الكابتن محمود الخطيب لا يمكن كان حيقبل اللي بتقال عليه وهيعمل أي مواقف بشكل أو بآخر إنما قوة شخصية محمود الخطيب في إنه سكت جرب كده حد يتطاول عليك مرة واثنين وشوف رد فعلك إزاي طب وثلاتة طب هتسكت طب والربعة هتقزم الغيز طب والخمسة والستة والتمنة والعشرين والتلاتين والخمسين والسبعين والثمانين والباية والألف صعب جداً إن أنت تسكت وصعب جداً إن الرجل ده بقيمته دي وبعظمته دي وبعظمة النادي اللي هو رئيسه إن يحط قيمة ومصلحة النادي فوق أي حاجة وقبل كل ده قيمته مصلحة البلد فوق أي حاجة عشان كده أنا متأكد من ربنا سبحانه وتعالى طول الوقت هيرجع له حقه مغير ما هو يطلب للرجل يعمل فقط يعمل فقط عشان كده يستحق الشكر الحقيقة كابتل محمود الخطيب تحديداً طبعاً مع مجلس إدارته مع الإدارة الفانية للآهلي مع الناس اللي بتشتغل مع خليط النحل لأنه هذا التشريف في المغرب كل الدنيا حتكتب عن النادي الأهلي وعظمته وراء إدارة قوية بأقودة هذا الرجل سطورة الكوراة المصرية كابتن هرجع زي بنظام الفلاش باك قوة هو بتطفق قوة الأهلي وعظمته وراء إدارة قوية بأقودة هذا الرجل وارجع تاني بقى للمقدمة هذا الرجل هو يوصفه بالجمل وانا سبق قلت له قبل كده كابتن الخطيب ده حظه وقع في أصعب ظروف ممكن يقع فيها إدارة نادي هو مجلس إدارته الخمس سنوات الفاتحة تحديات صعبة كثيرة ومتغيرات في المناخ العام لكرة القدم والمناخ العام للتعامل والكود الأخلاقي وحتى فيه التناول الإعلامي الدنيا بقت صعبة جدا ولكنه بجد يحيارك بصمته بس هو قبله كابتن حسن كان صامت كابتن صالح كان صامت يبدو أن الصمت هو السيستم بتعني رد بشغل اشتغل اشتغل الكلام ده كله وهي بتشوف إيه لنسب الأهلي وبتاخد القرار لنسب الأهلي فالجمل أنا أصف بالجمل فيعني هكذا قدر العاملين في النادي الأهلي ومسؤولي أنه يعملوا ويتحملوا على أرضية هذه المشاركة المنديالية كثيرة المنافع والمكاسب ينطلق الأهلي انطلاقة جديدة بعد الانتهام من رحلة الشمال يتجه إلى رحلة الجنوب ليواجه الهلال السوداني الشقيق في أمدرمان جهر السبت القادم إن شاء الله وبعدها بـ 48 ساعة يواجه أصوام في أصوام في الدورة هي دي أقدار الأهلي وكما بدأناها بالشاعر العربي الكبير أبو الطيب المتنبي زي ما بنقول لكم على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العزائم هو ده النادي الأهلي وهذا شأن العزم فكروا في الكلام ده حاولوا تحلوه بقى بعد نطر واحد دمتم بالأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله صغارها صغارها اشتركوا في القناة